الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة ولم يقل الصلاة حتى نأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي آمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها واجباتها ومكملات السنن ولا نأتي بمبطلة الصلاة حتى تكون الصلاة قائمة arian قد يقال أنه صلى لكن ما أقام الصلاة ولا تقبل منه هذا الصلاة الصلاة المفروضة الخامس الفجر ركعتين الظهر أربع ركعات العصر كذلك أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات إذا سافر العبد يصلي الصلاة الرباعية ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين وعما يصليوا شعر وعما يصلي الرباعي سفرج وعما يصلي يصليها ركعات متى يصليها ركعات وكثير هذا تجرب صلاة الجمعة والجماعة على الرجال البالغين لابد أن تعدى جماعة الجماعة والجماعات ولا تخلف عن الجماعة إلا منافق ظاهر النفق نصلاة العافية السلام والله أعلم الجماعة تجرب صلاة الجماعة والجماعة على الرجال البالغين ولربالرجم دال أورو منافقه أو تاني ربار نعم الله أعلم